وده برضو بيدل ان كتير جدا من اللاعبين المصريين المحترفين في نظر عليهم أتلانتا اليوم مارسيليا وليل الفرنسي بيتنفسوا على مصطفى محمد طبعا أتلانتا في إيطاليا صحيفة ديلي نيوز التركية قالت ان نادي أتلانتا الإيطالي قدم عرض شافعي الجالاتسراي لضم مصطفى محمد مقابل 8 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري وقالت ان ايضا فيه أندية فرنسية بتتنافس على ضم اللاعب يمكن مصطفى محمد الانطبعات عند الجمهور المصري في بطولة إفريقيا الأخيرة ثم المباريات الخاصة بتصفات كاس العالم ما كانتش هي الانطبعات الجيدة ولكن اللاعب على المستوى البدني وعلى المستوى الفني في الدوريات الأوروبية وده اللي بقول لك يا محمد محدش يستغرب ان مثلا المارسيلي بيبصوا على محمد أو أتلانتا أو اليوم لان الناس على طول بتقولك هما ما شوفوش في ماتشين توسينغال يا جماعة الناس ما بتبصش على ماتشين ولا تلاتة الناس بتبص على التارجد بتاعهم بيتكلموا على شخصية معينة هم محتاجينها بيتكلموا على لعيب صغير في السن بيكلموا على لاعب عنده قدرات بدنية عالية وبالتالي ما بيقيموش اللعيب بآخر مبارياتين ثلاثة وبالتالي احنا نتمنى طبعا نتمنى ان مصطفى كمان يروح للدور الفرنسي واتقالك انك بشكل كبير لان ده مكسب كبير جدا جدا كمان لمنتخبنا كلها خبرات يطلع من الدوري التوركي على الدوري الفرنسي بعدين البريمير ليك كل ده مكاسب كبيرة جدا جدا لمنتخبنا وده الاهم كل لعبتنا اذا كان على مستوى المحلي على المستوى الاحتراف الاوروبي كل ده ينصب لصالح المنتخب المصري اللي احنا نفسنا ان شاء الله يكون متواجد بقى في 26 وما بعد 26 ان شاء الله اشتركوا في القناة